بعد أن نجحت أستراليا سابقاً في التعامل مع فيروس كورونا وكانت واحدة من بين الدول القليلة التي أبقت نسب الإصابات والوفايات منخفضة أدحى الانتشار الواسع للفيروس اليوم يربك سياسات البلاد وضع دفع السلطات إلى فرض عزل عام في عدة مناطق يشمل كبرى المدن الأسترالية ويضع أكثر من ستين في المئة من السكان تحت أوامر صارمة للإقامة في المنزل من بين المدن الأكثر تضرراً هي سيدني على الرغم من إغلاق دمى سبيع بينما تعيش ولاية فيكتوريا سادس عزل عام لها منذ بدء الجائحة وذلك بعد سبع فقط من خروجها من آخر إغلاق وشرت السلطات الصحية في الولاية إلى أن الإصابات التي تم تسجيلها مكتسبة محلياً في غضون ذلك تتصعد المخاوف من انتشار سلالة دلتا سريعة الانتشار والتي باتت تمثل أغلب الإصابات الجديدة في عدة مناطق من العالم وتسير حملات التطعيم في أستراليا ببطء حيث لم يتلقى سوى 22% من السكان اللقاح وهو أمر عرض الحكومة لانتقادات حادة الأستراليون محبطون أعلموا أنهم سائموا من ذلك أعلموا أنهم غاضبون وأعلموا أيضاً أنهم يريدون أن يتوقف ذلك وأن تعود الحياة إلى عهد السابق لكن ما يتعين علينا معرفته وحقيقة التحدي الذي نواجهه وأن نتحلى بالحكمة الجهة المنظمة للأدوية الأسترالية منحت موافقة مؤقتة على لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة موديرنا حسب ما قال رئيس الوزراء موريسون قال إن أول مليون جرعة من لقاح موديرنا ستصل في سبتمبر بإجمال عشرة ملايين جرعة ستصل هذا العام وقد وفقت أستراليا في مايا المنصر على شراء 25 مليون جرعة من اللقاح اليوم حصلنا على الضوء الأخضر لاتخاذ خطوة أخرى مهمة جدا إلى الأمام لتنفيذ خطتنا الوطنية للخروج من أزمة كوفيد-19 وقد منحت إدارة السلع العلاجية موافقة مؤقتة على استخدام موديرنا للأستراليين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق وفي ظل هذا الوضع يهدد الإغلاق المطول لعدد من الحوادر الأسترالية الأكثر اكتظاظا بالسكان بدفع اقتصاد البلاد الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار أسترالي لركود اقتصادي خانق لا يمكن أن يتعافى منه إلا بعد سنوات عديدة حسب البنك الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر